جيش الأهل استقنف تدريباته مبارح بشكل مباشر تدريبات كانت صباحية استعد من خلالها كاستعداد مبدئي لمبارات الأربع إن شاء الله قدام المحلة النهاردة أجازة بكرة الفريق استقنف تدريباته عشان يكون جاهز بالشكل الأمثل لمبارات المحلة يوم الأربع اللي جاية هتكون في استاد المحلة الساعة خمسة مساء إن شاء الله الأهل يكون موفق فيها مباراة غير صباحة لأنت بتلعب المحلة الفريق اللي هو صاحب المركز الثاني دلوقتي اللي عامل انطلاقها مفيش أحسن من كده بصراحة مع بابا فاسيلي والمدارب السربي اللي كان بالمناسبة في كلام عليه خلال آخر 24 ساعة وإن جيله عروض من دور المصري ومشاكل مع إدارة المحلة احنا ملناش دعا بالكلام ده كله يا جماعة احنا مركزين مع فريقتنا وبالمناسبة الراجل نازل النهاردة تدريب مع المحلة فالأمور ماشية بشكل كويس هناك وأكيد بيستعدوا بشكل رائع وفي نفس الوقت هم بدين بداية ممتاز عشر نقاط عشر نقاط من أربع مباريات تلت انتصارات وتعادل وحيد يعني ما اعتقدش المحلة بقالهم تقريبا خمسين سنة ودي حصائية بالمناسبة حقيقي يعني ما حققوش انطلاقها المميزة دي في بطولة الدور فمهم الأهلي يكون مركز كولر أكيد خلال الفترة دي أو النهاردة حتى وفيش تدريبات أكيد هو بيتابع بعض اللقطات لفريق المحلة يشوف نقاط قوة ضعف يشوف هيتعامل إزاي مع الفريق ده ان شاء الله يكون موفق وان شاء الله لعبيتنا كمان يكونوا موفقين في هذه المباراة ده بخصوص الأهلي واستعداداته للمرحلة الهمة جدا مجموعة لا حتى شهد ضغط مباريات وحتكون مباريات صعبة ورجالة الأهلي أدها بكل تأكيد